تلاقي سيادتك بدل ما تزرع عزوة وبيض ومحبة ويجنبعوا بعض انت فرقت بايدك عملت شطر في العلاقة بين الاخوات ده زمان قالوا اذا تبسمت لواحدة فتبسم للاخرى يعني اللي ابتسامة والضحك فكر كده وانت عندك طفلين صغيرين بنتين او ولدين او ولد وبنت شوف كده ملامح ابنك لو حضنت واحد فيهم وسبت التاني هتحس فيه يعني سؤال بالعين وبالمشاعر بيقولك ليه اش معنى هو زمان كان فيه حكاية من ايام سيدنا عمر بن الخطوب ندى لواحد عشان يعينه في مركز في مدينة يعني يبقى حاكم للمدينة دي لقاه جايب معاه ابنه وبنته صغيرين قام شافه وقف البنت جنبه وحط ابنه على رجله قال له انا مش هعينك في المنصب انت انسان مش عادل قال له ازاي قال له بص انت عملت ايه بين ولادك فما بالك لو مسكت يعني منصب كبير بالمنظر ده هتعمل ايه في الناس اكيد مش هتبقى عادل في المعاملة وما تدلوش المنصب الناس بتتعامل في الامور تقولك اصل فلان مريحني وفلان لا اصل فلان اتجوز وفلان لسه اصل فلان امريحاني وفلان اتعباني فانا هكتب لده واسيب ده وحدي لفلانة واسيب اختها انت كده بتزرع شوك والعقاب والحساب حيبقى دنيا واخرى يعني عند ربنا حنتحاسب في قلة العدل بين الولاد اللي هم اصلا المفروض انا بزرع الحب بينهم وفي الدنيا انت خلاص عملت شوك وعملت طريق فصل بين الاخوات يعني بقولك كأنك بقولك ما زرعتش ولا حصت ولا جانيت غير الجفة اللي ربيته الولد من الولاد او بنت من البنات الناس دي بتنام ازاي يعني الناس اللي هي بتتعامل بتفرقة بين الاخوات بتقدر يجي لها نوم ازاي وهي عارفة انها قدت لواحد وحرمت التاني ولو فلان ده مشتكاش فيه ضغينا حصلت في القلوب